ذكريات كثيرة في النضال الوطني حمل هذا المنزل الصغير في مدينة غدامس تحكي جدران هذا المكان قصة الحاج مهدهيبة الذي وظف جزءا من حياته في إرساء دعائم الدولة الحديثة فترة ما قبل الاستقلال وما بعده يشرح نجله عبدالباصد سيرته في العملية السياسية ودخوله لجنة الواحد والعشرين التي تفاوضت مع الأمم المتحدة بشأن توحيد الأقاليم الثلاث طبعا كانت مهام اللجنة هذه اللجنة الواحد والعشرين هي إرساء دعائم الدولة الليبية الحديثة بأي شكل من الأشكال سلطنة أو إمارات أو جمهورية تدرج الراحل في عدة مناصب سياسية في الدولة الليبية منذ أربعينيات القرن الماضي وحتى بداية السبعينيات والتي منها توليه قائمة مقام منطقة فزان وسهم في تطوير المنطقة إضافة إلى مقاومته للاحتلال الإيطالي فضلا عن دراسته القرآن وعلومه مكان أشبه ما يكون بكتاب تاريخ مفتوح لكل من هو مهتم بخراءة الأحداث الليبية وكفاح الأباء في تأسيس دولة مبنية على أسس ديمقراطية حول الشرور الاجتماعية في مصر في عهد الملك فاروق طبعا لي بدك لك مستقلة ولكن استضيفت إضافة استضافة يعني هي وثلاثة دول تانيات اللي هي الإيران الباكستان وتركيا ثمنون عاما قضاها الحج المهدهيب في خدمة وطنه بحكمته وحنكته السياسية ليكون مثالا لكل من ناضل من أجل أن تكون ليبيا بلدا موحدا لانقساما يتعريه اشتركوا في القناة